الثمانة صباحاً وموعدة مع موجز لأهم الأنباء مع لبيا حمزين تفضل يا لامي شكراً لك جمانا الثمانة صباحاً بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جريناتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلاً بكم يشارك اليوم الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة العربية 32 في جد هذا وأكدت رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي سيؤكد في كلمته أمام القمة على جوهر الخروج من الأزمات التي تعاني منها المنطقة وهو دعم الدولة الوطنية باعتبارها من مكتسبات الشعوب محذراً من أن مؤسسات الدولة إذا تم تجريفها فإن ذلك سيؤدي إلى ضياع مقدرة الشعوب التي تحميها وتصونها الدولة الوطنية وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية للوفد الإعلامي أن الرئيس السيسي سيؤكد خلال كلمته على توحيد الصف العربي ورغبة مصر الصادقة في دعم مساعي تحقيق التكامل بين الدول العربية وجهودها وقدراتها وإمكاناتها لتسوية خلافات البيت العربي بالتوازي مع المصاري الدولي بشقه الجيوسياسي المتمثل في الأزمات الدولية وأضف المتحدث أن الرئيس السيسي سيتناول في كلمته الحوكمة الاقتصادية العالمية وضرورة النظر في علاج منظومة التنويل الدولية كما سيتطرق الرئيس السيسي إلى الأزمة في السودان وأهمية تسوية قضايا المنطقة لتحقيق الأمن والاستقرار في الوطن العربي قال المنصق العام للحوار الوطني دياء رشوان إن مجلس أمناء الحوار قد أقر جدوى الأعمال جلسات الأسبوع القادم وأشر المنصق العام للحوار الوطني إلى أن الأسبوع الثاني سيتضمن جلسات للمحور السياسي لمناقشة قضايا الأحزاب السياسية وقانون المجالس المحلية على أن يناقش المحور الاقتصادي قضايا لجنة الصناعة ولجنة الاستمار الخاص المحلية والأجنبية فيما سيناقش المحور المجتمعي قضايا التعليم قبل الجامعية والقضية السكانية أدنى التمصر اقتحم عدد من المسؤولين الحكومين والبرلمانيين الإسرائيليين ومجموعات من المستوطنين بحث المسجد الأقصى الشريف في إطار ما يسمى بمسيرة الأعلام وما صحب ذلك من أعمال استفزازية وممارسات تهدف إلى التضييق على المصلين وإثارة مشاعرهم ومشاعر عموم الشعب الفلسطيني وأكدت مصر أن ذلك يمثل تصعيدا غير مسؤول ويؤجج المشاعر ويزيد من التوتر والاحتقان القائم في الأراضي المحتلة مطالبة بضرورة احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس والذي يعد فيه المسجد الأقصى وقفا إسلاميا خالصا مشددة على أن القدس الشرقية هي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة في يونيو 1967 بالمخالفة لقواعد القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية التي لا تعترف بضم الأراضي بالقوة أكد نائب وزير الخارجية الروسية ميخايل بوغدانوف استعداد روسيا للمساعدة في حل أزمة السودان تصريحات المسؤول الروسي جاءت على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي روسيا العالم الإسلامي حيث أكد إمكانية توفير منصة للمفاوضات بين الأطراف المعنية إذا لازم الأمر مشددا في الوقت ذاته على معارضة بلاده للتدخل الأجنبي في الشؤون السودانية صدرت تحذيرات من غارات جوية في جميع أنحاء أوكرانيا باستثناء المناطق الغربية النائية في ساعة مبكرة من صباح اليوم وحذر الجيش الأوكراني من ضربات صاروخية محتملة في منطقتين أوديسا وميكيلوف الجنوبيتين كما وردت تحذيرات من هجمات بطائرات مسيرة في كييف وفي مناطق غرب العاصمة أكدت الحكومة البريطانية أن رئيس الوزراء ريشي سوناك يعتزم الإعلان عن حضر ألماس وواردة المعادن من روسيا بما في ذلك النحاس والألمونيوم والنيكل كما ستستهدف بريطانيا بالعقوبات 86 شخصية وشركة روسية من الدوائر المقربة للرئيس الروسي يأتي ذلك بالتزامن مع انعقاد قمة مجموعة السبع في هيروشيما اليابانية والتي من المقرر أن تبحث فرض مزيد من العقوبة على روسيا هذا ومن المقرر أن يحضر الرئيس الأوكراني فلودمير زلناسكي بحسب مصادر بالاتحاد الأوروبي يكتمع اليوم مفاوضون من البيت الأبيض وعدد من النواب الجمهوريين لمواصلة البحث عن أرضية مشتركة لرفع سقف الدين البالغ 31.4 رليون دولار وكانت نائبة الرئيس الأمريكي كاميلا هاريس وكبيرة المستشارين الاقتصاديين بالبيت الأبيض لايل بيرنارد قد أكدت أن تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها سيدفع بالاقتصاد الأمريكي إلى الركود رياضيا يلتقي الأهلي مع تراجي تونسي في العشر من مساء اليوم على ملعب استاد القاهرة في إيابي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا وفاز الأهلي في لقاء الذهاب بتونس الأسبوع الماضي بثلاثية نظيفة حملت توقيع بيرسيتاو هدفين وكهرباء هدفا ويرغب المارد والأحمر في حسم التأهل الليلة للنهائية الإفريقية ومواجهة الفائز من صندعونز الجنوب الإفريقي والوداد المغربي مشاهدين انتهى مجازة ثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرة صباح الخير يوم مصر بعد الفاصل